مع برضو صدمات اللي بتحدث أو بعض الظروف اللي بتحدث للإنسان ما بيقدرش أنه هو يتعدى الظروف دي أو يتخطاها بتكون أقوى من قدرته على التحمل في اللحظة دي الإنسان بيتعرض لضغوط نفسي هنا الولد ده اتعرض لضغط نفسي قوي جدا منذ الطفولة اتعرض لإحتياج إلى الأسرة الإحتياج إلى الأمان الإحتياج إلى الاحتواء برضو عايزين نتكلم عن السكوب النفسية اللي بتحدث في كتير مننا بيكون معظمها ملهوش أسباب بيولوجية قوية في حياة الإنسان بتكون مثبتة بدلاء العلمية قوية إلى جانب عام الوراثي بيكون متواجد في كثير من الحالات لكن طبعا عايزين نعرف برضو إن في بعض الشخصيات بتكون منذ الصغر بيكون زي مثلا الشخصية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ده بيكون عنده مرض بيسمى بالاستيقاظ الكاذب الاستيقاظ الكاذب ده لما بيجي يحدث منه أي أفعال أو أي مواقف بيجي فوق منها يحس إنه هو كان في حلم أنا مش حاسس إيه اللي حصل عشان كده الولد ما دركش اللي هو إيه اللي كان بيعمله قابليها بالفعل هو بيحس إنه هو كان في حلم وفاق منه طب اللي سبب الأمر ده اللي كان هو في البداية كان محتاج احتواء من البيت عنده من الأسرة افتقد الاحتواء افتقد الأمان افتقد ارترابط الأسري سبب عنده معوقات نفسية وبرضو زي ما قلت لحضرتك معظم الأمراض النفسية مثبتة بدلائل علمية قوية إلى جانب عام الوراثي بيكون متواجد في كثير من الحالات يعني برضو في بعض الشخصيات أو بعض الناس بيكون عندهم جانب وراسي بيكون للأب للأهل للأسرة أين كان الوراثة متعارف بتكون فيها امتداد ده بيترك أثر سلبي على حياة الإنسان ولكن برضو عايزين نحلل الشخصية دي الشخصية دي بالفعل هو اتعرض لمعوقات نفسية بسبب الاحتياج للأسرة يعني ده عامل أساسي طبعا احتياجه للأسرة هو اللي تسبب في الأمر ده خليته اللي هو مش متملك أعصابه خلاص بإيه دلوقات عنده اللي هو انضربات نفسية في نفسه يعني مش صحيح الخلل هنا حدث من تفكك الأسري من الأب والأم وللأسف الشديد أن أكثر الأباء والأمهات بيعرضوا أولادهم لمعوقات نفسية ومعايير الصحة النفسية عندهم بيحصل فيها بعض الخلل أو بعض الاهتزاز وهم مش أخدين بالهم يعني سيه مثلا حضرتك لما ذكرت أن الأم قالت لابنها أنت فاشل أنت ما جبتش درجات كويسة هي ما دورتش في البداية على أن الولد ده هي سبب اللي هو فيه أو لو مثلا حطينا جانب أن مش هي السبب الأساسي أو هي من ضمن الأسباب فبرضو هي والأب من ضمن الأسباب اللي وصله الولد لمعوقات الصحة النفسية اللي هو وصل لها والولد ده لو ملاحقهوش باحتواء وبيعلاج نفسي الولد ده ممكن يوصل لمراحل أصعب معنى أنه هو يوصل للمرض اللي هو الاستيقاظ الكاذب اللي وصله لردود الفعل اللواعي ده كده الولد ده لازم نلحقه طيب يا دكتورة إحنا لو كل يعني كل أسرة بتسمعنا فيه أسر كتير قوي بتعمل مع أولادها كده إزاي إحنا نعالج الحالة دي من غير ما نحسس أولادنا أو من غير ما نحسسهم اللي إحنا مش بنقول لكم أنتم مرضى لأ إحنا بنقول لكم تبقوا معاهم بحاجة رحمة كده فنقول لهم يا دكتورة فهي رأفة ما بين الأباء والأمهات واحتواءهم للأبناء لأن إحنا مش بنخلف الأولاد علشان خطر نعذبهم في الحياة أو علشان خطر نوصلهم لمعوقات صحة نفسية أو لضغوطات في الحياة يعني الأم دي لو احتوت ابنها وقالت له إن شاء الله اللي قادم أفضل إن شاء الله عتكون في مكانة عالية السنة دي ما جبتش دراجات كويسة إن شاء الله السنة اللي جاية تكون أحسن ده لو هي حتى فضقته ابنها فضقته وحياتها فيها ضغوطات نفسية هي تحاول قدر المستطاع لأن ربنا سبحانه وتعالى أمنها على ابنها أو على أولادها عموما فبرضو الأم هنا الخلل من عندها يا أستاذ عبد يعني السبب من الأم طبعا من الأم ومن الأب من الأسرة عموما ومعنى كمان إن الأم بتتعامل مع الولد بالجزئية دي أو بالإسلوب ده يبقى الأم هنا في خلل من عندها قصتنا هنا فيها خلل فيها فيها عدم توازن ما بين الأب والأم وده طرق أثر سلبي على الأولاد اللي هو الولد إن طلع عنده ضغوطات نفسية وسببت عنده الردود البشعة اللي هو عملها معنى إنه يضرب صديقه وفي الآخر يحس بإغماء أو يحس إنه هو مفيش واعي يفوق على إنه كان في حلم ده معناه إن الولد ده وصل لضغط نفسي قوي جدا العقل الباطن عنده خزن تغزين قوي قوي لحد ما العقل اللواعي قال له خلاص أنا ما عنديش الطاقة أو ما عنديش التحمل اللي هقدر أستوعي تاني يمكن حضرتك أستاذ أحمد حضرت معي قبل كده بعض المحاضرات اللي كنا بيتكلم فيها عن العقل الواعي والعقل اللواعي وعن قانون التركيز وقانون المرسلات وإن العقل اللواعي قدقين هو بيحس بضغط قوي عليه لما بيكون عنده قانون التركيز في اللحظة دي لما العقل اللواعي بيتغلب على العقل اللواعي يمكن أنا كنت نسميها لو تفتكر بسلة المهملات لما المرسلات بيتزيد فيها قوي والتراكم بيوصل لكم كبير قوي في اللحظة دي الإنسان ما بيبقاش عنده طاقة أو ما بيبقاش عنده حمل فلما نتكلم في سن صغير زي سنوية عامة والكلام ده وصل للعوائق النفسية دي يبقى الولد ده تحمل كتير وصل لمعوقات كتير وصل لتعب نفسي كتير نحب ننصح الأباء والأمهات أن هما يكونوا فهمين أولادهم يحاولوا أن السقوب النفسية اللي بتتراكم عنده الإنسان في لحظة الإنسان بيحس أنه هو السقوب النفسية بتبقى كم من الحمل أو الجبال اللي بتكون متراكمة على الإنسان لازم تلحظة دي الأب والأم ياخدوا بالهم من أولادهم دي طبعا نصيحة للأباء والأمهات يحتوهم طبعا طبعا يضموهم بين أديهم كده ويعني يشوف احتياجاتهم يشوفوا إيه اللي هم مثلا مفتقدين أولادهم أو عطوه لهم صحيح صحيح ما سبهمش مثلا ضيعين ما سبهمش سرحنين ما سبهمش محبتهمش مثلا جاب درجة النهاردة مش كويسة ما قول مش هموته علشان جاب درجة مش كويسة لا أقف جنبه أنصحه أخليه زاكر شوية أخليه يهتم بنفسه أدي له معنوات تعليه مش تهبط منه مش تهلكه صحيح وبرضو عايدين نتكلم أن الحقيقة الأمراض النفسية مش بتتسبب بالأسباب البيولوجية أو بالعوامل الجينية طبعا يا أستاذ أحمد في عشرات وربما مئات العوامل الأخرى اللي بتدخل مع بعض لغاية ما بتسبب لمرض نفسي طبعا يعني برضو مش عايدين نحمل الجزئية كلها على الأب والأم لا ده في عوائق كثيرة جدا في ضغوطات في الحياة كثيرة يمكن إحنا في سننا ده وعندنا بعض العوائق النفسية اللي بنحس فيها بكبت نفسي وبنحس إن إحنا في حالة انفجار ولكن إيه اللي إحنا نقدر نتجاوز بالسقوب النفسية دي أو الحالة اللي إحنا بنوصل لها القوة والإرادة والعزيمة على تخطي أي مصاعب إحنا بنسبلنا ككبار ننصح المجتمع والناس والأباء والأمهات طبعا بناء على القصة بتاعت حضرتك إن لازم يكون عندنا يعني احتواء لأولادنا مش هقول أكتر من كده وعايز أقول برضو إن يمكن الأباء والأمهات عليهم حمل كبير جدا يا أستاذ أحمد يعني برضو هم مضغوطين في الحياة لو برضو يعني حطنا لهم بعض الأعذار هنلاقي إن الأولاد عندها حتة الأنانية أو عندها حتة الجورة على الأب والأمه بطريقة جندة أوي عندهم الأغذي بالعطاء يا دكتور هناخد اتصال مع أنا لأستاذ أحمد ميسكندرية أهلا وسهلا بيك هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أهلا وسهلا بيك أهلا بيك السلام أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أهلا بحردك وقالك بلوقتي لليها شكوى بس اتفضل يا أستاذ أحمد بلوقتي عندي رجلي رقبتي من تحت كده من رقبة لتحت كده واجع وشد نقع كده وبتاق تميل بنمشي نقع فمعرفش نمشي ونمشي لازم تاخد شد جامد عشان نعرف نمشي بنشكر حضرتك أستاذ أحمد ويقول له ما فيش حد يدلل على حاجة بنشكر حضرتك يا أستاذ أحمد طب حضرتك يا أستاذ أحمد ده إيه علاقته بالسقوب النفسية الاتصالة تقطع معنا تحية لك يا أستاذ أحمد بس حضرتك يا أستاذ أحمد لو سمعنا عبر التلفزيون حضرتك تروح لدكتور باطن أو دكتور عظام أو كده إحنا بنتكلم في السقوب النفسية كعلم نفس كتفسير علم نفس تحياتي لك يا أستاذ أحمد تحياتي لك يا أستاذ أحمد وزي ما قالت لك الدكتورة الرجبة كعظام تروح لدكتور عظام السقوب النفسية احنا متكلم في حالات نفسية المرض نفسي المرض يعني المرض النفسي الدربات النفسية اللي انت بتعيشها لو عندك أضرار في نفسك مثلا انت مرهق انت تعبت في حاجة وما لاتهاش احنا تحت عمرك فيها هو برضو يا أستاذ أحمد فيه جزئية يمكن هذكرها مع حضرتك ان في بعض الناس العوائق النفسية أو السقوب النفسية بتوصلهم لأمراض جسدية طبعا فممكن هو يكون قصده كده ان مثلا بس هو ما ذكرش الطلب بتاعه مظبوط يعني هو تكلم في علاج انما فعلا الأمراض النفسية في بعض الأوقات أو السقوب النفسية بتوصل لأمراض جسدية يمكن فيه حالات بتحدث ان فيه ناس تروح للطب وتروح للعلاج وتحاول انها تتعالج وفي الآخر يبصوا يلاقوا ان عندهم أثر سلبي أو أثر راجعي بداخلهم بسبب المرض النفسي أو العوائق النفسية صحيح طبعا وهقول حضرتك على حاجة في بعض الأوقات بيجينا خمول وكسل وعدم استجابة للحركة وبنحس ان احنا ما عندناش فاعلية خالص يبقى عنده كسل يبقى سببها سببها ضغط نفسي أو فكر زيادة قوي عليك طبعا فبيحسسك ان انت ما عندكش قادرية أو ما عندكش مقدرة أو ما عندكش فاعلية لأي حاجة تعملها فممكن برده أستاذي الفاضل يكون عندك بعض العوائق النفسية انا هكلمك ببناء على علمي وإلا برده حضرتك تكشف عند طبيب متخصص للجسد وكده لو ده مثلا سبب عوائق نفسية أو ضغط نفسي زيادة عن اللزوم عند حضرتك فممكن ان انت تكون مثلا عندك ترقومات جواك أو عندك السقوب النفسية اللي احنا بنتكلم فيها وصلتك للتعب والخمول وعدم السيطرة أو الاستجابة على حواسك أو على أعصابك فبرده أنصحك الأول تروح لدكتور باطن أو دكتور عزام أو أي إن كان المتخصص مع ان لو ده ما فيش أي حاجة فحضرتك ممكن تعرض قصتك على دكتور نفسي مع تحليل الشخصية أو أن انت تصف إيه إيه اللي عندك أو إيه العوائق اللي انت بتمر بيها أو إيه الأمور اللي هي وصلتك لعدم الوقفان وأن رجليك سايبة وأن انت بش قادر تقف ونسأل الله لك الشفاء وقال في السلام على حضرتك والأستاذ أحمد هو ممكن يكون هو بيتكلم على المرض اللي جاله في رؤبته بس سايبة دي أكيد مش نفسية هو ما ذكرش القسم أو ما قالش الموضوع بس أنا حللتها بجميع الجوانب يعني لو حضرتك ده وصل لك مثلا أنت ما وصلت الناشي المعلومة بناءا مثلا على العوائق النفسية اللي أنت حسيسها فأنا قلت لك برضو تفاصيلها فيه فيه دكتورة حد يعني كل ما ييجي مثلا ينام يحلم أحلام وحشة يصحى من النوم بيبقى طبيع جدا بس هو حسس نفسيته اللي هي متضمرة على طول مالوش فرحة بتكمل دماغه متشتتها ده يكون ايه عوضة والله يا أستاذ أحمد برضو بنرجح هنا للتفكير الزائد للضغوطات لتغزين العقل الباطن لكم استلبيات اللي العقل الباطن بيستقبلها في اللحظة دي الإنسان بيطلع عليه أو بيرجع عليه أثر سلبي بيظهر عليه في النوم يمكن إحنا في أكثر أوقاتنا ييجي مثلا حد يقول لي أنا بشوف كوابيس أو بشوف مثلا أحلام مزعجة أو بحس وانا نايم نفسي بيروح وبحس أن أنا بجيب نفسي بالعافية ده بيبقى عنده ترقومات جوا عقل الباطن خزن لكم كبير قوي من المعلومات أو من الضغوطات النفسية مش بيفرقها ما عندهوش تفريغ أو ما عندهوش اللي هو حد مثلا يحكي معاه حد يتكلم معاه حد يوصله هو فيه أو حد يفهمه معنى أصحف فهم الإطار اللي هو فيه ففي اللحظة دي الإنسان بيكتم جواه وبيخزن جواه المعلومات دي فبتترك عليه أثر سلبي فربنا سبحانه وتعالى برحمته على الإنسان بيخرجها بناءا على حلم بيخرجها بناءا على كوابيس زي ما أنت قلت هي الكوابيس في بعض الأوقات بتكون عائق على الإنسان أو بتسبب له على فكرة إذا عائق في حياته طبعا وفي بعض الأوقات بتحس أن أنت زي مثلا بتحكي موضوع أكنه حلم أكنه سري فيلم مش حلم ولكن هو بيكون في الحقيقة هو شيء من الواقع أو شيء من الملموس في حياتك حتى لو مش بنفس الكم أو مش بنفس اللي حاصل بالزبط ولكن بيبقى تمثيل داخلي يمكن أنا برضه أعطيتكم بعض المحاضرات التمثيل الداخلي للإنسان التمثيل الداخلي للإنسان اللي هو أنت وانت نايم في عقلك الباطن عقلك الباطن بيشير إليك بالتمثيل بيشير إليك بأشياء أنت تكون مش متوقحة في الحقيقة دي بتظهر إيه بتظهر في أحلام العقل الباطن أحلام العقل الباطن أو أحلام اليقظة معنا أصح أحلام اليقظة اللي هو تبقى مابين الصحيان والنوم وتحس أن أنت في حلم أو تحس أن أنت شايف وقع قدامك دائر حواليك وأنت مش فهم الواقع ده هو إزاي وحصل إمتى طب أنا نايم ولا صاحي ده بيبقى إيه بيبقى إشارات من العقل الباطن تغزين طبعا هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية هيكون معنا فقرة شركة جدا وجميلة جدا هنرجع لكم بسرعة